السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبابيكم معي فيديو جديد اليوم ان شاء الله غادي نقدموه التنجية في الكوكوت كنتمنى هاتنا الاعجاب دياركم وخليكم مع الفيديو والمقادير طريقة تحضير ان شاء الله نشوفك غطلع اليوم البنات عندي هنا جوش كلو ديال لحم الحيمة كيف ما بغيتو ما ممكن كدير بملوش كين هذا مهم تكون فيها شحيمة هاك وشوية ليل لحم تكون لحمة وشوية شحمة شي شحيمة ولحمة تكون لحمة وشحيمة وتكون هناي واحد الليمونة مصيرة ديال الضار ديك الليمون اللي كيكون محمد في الضار عندي هنا واحد الراس ديال ثومة عندي جوش كلو ديال لحم عندي راس ديال ثومة وعندي هنا زعفران شعرة واحد ضويمة لبنة وشعتنا اللون وعندي هنا معلقة ديال كامون طحون واحد معلقة صغيرة من الكامون بلدي احبوب واحد معلقة كبيرة من السمن وزويتها بلدية ولا زيت المائدة شوفونتم على حساب جهتكم وصفيتي الملحة ما غاديش نديروها تماما الملحة في مرة ما غا تكونش مهم ذاك اللحي مرة مقطعة ونقادة وهذا طريفات يكونوا على قد قد كل طريف يكون قد خوه مهم كيف ما كتشوفوا غادي ندير هنا واحد الليمونة مصيرة يكون مصير زوين يكون مصير يعني يكون من جودة زعما ذاك مصير لكي يكون زوين في الضار تالي ما كانش مش مش سادة لكي عند مزيتون كي يكون زوين مهم هنا ذاك شفية ديال الزعفران شعرة لك الضويمة ديال اللي بنا باش عطينا اللون اللي ما عندوش يدير دا يدير معلقة صغيرة ديال خارقهم بلدي وهنا هي غا ندير ذاك الراس ديال التومة بحال هكا بقشوره اللي بغي يحكي يحكي انا اللي حساب حال هكا حكي ذاك الكامون البلدي بين يديه باش يتلقي واحد نصف زوينة باش نعاون انا نخرج منو هذاك الريحة الزوينة اللي فيه آه غادي ندير ذاك المعلقة صغيرة كما هكا غا نحكي مزيان 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 بني الدية وغادي نعطيها على الحم الفوق هكا وذك الكامون اللي متقوق الساعة انتبهت هو باش يجيني الريحة في هات الكامون كتير معلقة كبيرة ديال السمن مهم معلقة كبيرة معلقة صغيرة مش مشكل حيث انا هنا يرى ما دير الزيت العود دك شي علاش درت ما متواجدت عندي زيت العود درت هنا نصف ديال زيت سرومية وغادي ندير كس ديال الما كبير كس ديال شريب كس ديال ماء مهم كس ديال ما لحسب كوكوت ديال كموش كتلسق ولا الله وغادي نسد دلات شي تقله واحد خمسة ديال دقايق ولا عشرة وغادي نعاود نحل عليه ونعاود نضرب دك الكوكوت مزيان نخبط دك شي مزيان نخلطه كما كتشوفو معي هنا هنا يحلت عليه وحاولت نعاود نقل بدك اللحيمات وهكا خلته ساعة ونص على عفية مهيلا خرجته كيف ما كتشوفو فما زاله فيه مريقة هنا يا غادي نعاود نرده يتقله مزيان حتى يوقف زويته ديالو دب هنرى مقلي مقادي ولكن كتبقى واحد شوية الماء فيه من كتحلو الكوكوت كتبقى واحد شوية ديال ما انا رد ديتو تيشرب مزيان تكيبقى غيز زويته هاكا واقفة وهاكا كتكون تنجية واجدة وواضحة وسهلة والمادق ولا ارواع ورائعة وكي ما قلت لكم دايما البساطة ودايما دايما البساطة الحمد لله دايما القناة يعني يعني بسيطة وكل شي يقدر يجرب اي حاجة ما كنعقدش الامر في مقادير وما كنعقدش الامر في بروتوكول ولعنديش الهضرة بزاف كنتمنى انا تنال اعجاب ديالكم وتجربوها وهاكا الشقة تنجية ان شاء الله هيكلوها وتعجبوهم وعلاش لله كنتمنى الفيديو يعجبكم ويلعجبكم الفيديو ما تنسوش تبارتاج و ولايك وتعالي قزوينا منكم واللي جسم عندكم مرحبا قناتي ربق الصغيرة الحمد لله كنتمنى اتكبر وكنتمنى انه تاني ولي وعندي متتبعين علاش لله احنا كنتعاونوا مع بعدياتنا والانسان راك يدخل ورا عنده الاختيار اللي عجبته شي حاجة راك يشوفه ولي ما عجبته ش راك يدوزها وحنا هاكا مع بعدياتنا ومعدنا ما غادي نديرو الدنيا هي هادي وفيديواتي سهلين الحمد لله ولي كتجرب شي حاجة وكتعجبها كنتمنى الصحة والسلامة ان شاء الله وتأكلها وتعاود بصحة وقانت بسيطة يعني شي واتشر وقبسية قانت الفقارة كما كنقول دائما يعني اي حاجة يمكن الانسان يديرها ومستكونش فاهمة قاعدة كتيرة وشوفوا اللحيمة كي طلعت البنات طلعت رائعة ولا ارواح اكتين مع ضاقة بنين 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 بزف ووجات زبينة وصلاحة لله انسان مرة من ربح لها كي يكون عندنا الحيمة زايدين ولا هكا ولا بعد المرة العيد الكبير متى يجي متلقى ومن ديره انسان راها يتكون الحيمة كينة انسانية تفنن بسلام عليكم وتمنى الفيديو اجبكم الى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله